22 منفذا حدوديا يملكها العراق تربطه بدول الجوار 9 منافذ برية 4 منها مع الجارة ايران وبثيمة التدخل الخارجي المعهود تقع الكارثة المتمثلة باستنزاف الدخل الاقتصادي من المنافذ ناهيك عن الضبط الامني للخروقات والتهريب من خلالها الاستنزاف الاقتصادي عنوان عريض امام عجز في موازنة العراق للعام الحالي بلغت قرابة 18 مليار دولار يسخر بعض العراقيين حين يصفون ان ما يلاسق المنفذ الجارة ارجنتين في اشارة الى استمرار تهريب المخدرات والسلاح ومافيات اللعب في الخفاء المنافذ الحدودية في الظروف الطبيعية من المفترض ان تدر ما لا يقل عن 6 مليارات دولار سنويا لكن ما يصل الى ميزانية الدولة لا يتجاوز مليار دولار بحسب اقتصاديين ومراقبين بينما تذهب المليارات الاخرى الى جيوب الفاسدين المسيطرين على هذه المنافذ كما تجيب السنة طيف واسع من الشارع العراقي ارقام تكشف اللجنة المالية ايضا ان 10 الى 20% فقط من ارادات المنافذ الحدودية تعود الى خزينة الدولة فيما تذهب بقية الارادات الى جيوب الميليشيات والاحزاب وبعض الشخصيات السياسية المتنفذة في المقابل تتكشف حقائق عن ان 5 او 6 منافذ حدودية مع ايران بحسب مصادر رشحت عن منصات التواصل الاجتماعي تفقد الدولة السيطرة عليها بعد السادسة مساء وتكون تحت سيطرة ميليشيات معروفة ناهيك عن عملية التهريب عبر المنافذ غير الرسمية مضاف اليها الاعفاءات الجمركية لسلع كثيرة لجهات حكومية وغير حكومية مثل عمليات الاستراد التابعة لوزارة ما واعفاءات اخرى تحت عنوين كثيرة